مرحبا بكم إليكم فصائل الأبقار الخمسة الأكثر غرابة وتفرد في العالم بقر نورماند تعد فصيلة بقر نورماندي فصيلة قديمة للغاية ونتجت عن تهجين الأبقار التي كانت تعيش في نورماندي في القرن التاسع والحيوانات التي أحضرها الغزاة تم اختيار هذه الأبقار الفصيلة من أجل المحاولات الأولى في القرن السابع عشر والتي كانت تهدف إلى التأكد من تطوير الفصيلة وإنتاج الألبان والمكاسب تستخدم هذه الفصيلة لغرضين وهي ذات حجم كبير حيث يبلغ ارتفاع الإناث البالغات 140 سنتيمترا وتتمتع بقوة كبيرة في منطقة الصدر والبطن أما منطقة الحوض فهي طويلة وعريضة ومنحنية بعض الشيء كما أن جسدها مستقيما ومليئا بالعضلات هذا بالإضافة إلى صلابته واتزانه مما يسمح بحلبها ميكانيكيا تنتج حوالي 14.2 لترا من اللبن كمتوسط يوميا إلا أن نبض الأبقار قد أنتجت 22 لترا وفي حالات استثنائية 35 رابعا بقر سيمتينال هي فصيلة ذات حجم جيد حيث يبلغ ارتفاع الذكور البالغين من 150 إلى 158 سنتيمترا أما الوزن فيبلغ 1000 كيلو جرام في المتوسط أما الأبقار من الإناث فمن 138 إلى 142 سنتيمترا وبوزن 750 كيلو جرام في المتوسط هي أبقار ذات ارتفاع وكتل عضلية وتتميز باتزانها وبخلفيتها ذات الحجم الصغير مما يجعل من السهل نقلها هي حيوانات ذات نطج جنسي مبكر وتتكيف تماما مع ظروف الحقل بالإضافة إلى طول عمرها ووداعتها إلى جانب مهارات الأمومة الممتازة أما ألوانها فهي من الأصفر الصريح إلى الأحمر الداكن كما تستخدم هذه الفصيلة لغرضين وهما اللحم واللبن ولكن بفضل عملية الانتخاب تم تخصيصها لإنتاج اللحم مع الحفاظ على مهارات الأمومة لديها تنتج 35 لترا يوميا ولكن المتوسط هو 18 لترا وهو الذي تم تحديده في مركز التحكم الذي شاركت فيه هذه الفصيلة 800 مرة ثالثا بقر هولستين إن موطن هذه الفصيلة هو منطقة فرساوسخونة وتتميز بإنتاجها الوفير من اللبن واللحم وتكيفها الجيد كما ظهرت هذه الفصيلة في مقاطعتين بشمال هولندا يوجد بقر هولستين من أصل هولندي وآخر من أصل أمريكي أما الهولندي فهو الأكثر وزنا من السلالات المنتجة للألبان وله نوعان اعتمادا على لون الجلد الأبيض في الأسود والأبيض في الأحمر أما النوع السائد فهو الأبيض في الأسود لأن الأبيض في الأحمر في حالة تناقص مستمر يمكن لهذه الفصيلة إنتاج أكثر من 25 لترا من اللبن يوميا إذ تم تسجيل حالات أنتجت أكثر من 50 لترا في عمليتين حلب ثانيا الجاموس الإفريقي يتمتع الجاموس الإفريقي بجسد شديد القوة وأرجل قوية أيضا بالإضافة إلى قرونه ثقيلة الوزن والتي تستحوذ على رأسه والمنحنية باتجاه الأسفل وأطرافها إلى الأعلى إلا أن هذه القرون أضعف لدى الإناث أما عن رقبته فهي قصيرة وهو ذو أذنين كبيرتين وجسده مغطى بشعر رقيق أسود إلا أن الأصغر سنا لونهم أكثر سمرارا ويميل إلى الحمر يبلغ ارتفاعه من 120 إلى 170 سنتيمترا أما الوزن فيتراوح بين 320 كيلو جراما لجواميس الأدغال إلى 800 كيلو جرام لجواميس السهول العشبية للجاموس أطرافا بأصبعين يسمحان له بالرقض بسرعة تبلغ 40 كيلو مترا في الساعة قدراته البصرية والسمعية ضعيفة للغاية ولكن قدرته على الشم كبيرة جدا يمكن اعتباره أحد الحيوانات الأكثر خطورة على الرغم من أنه وديع الطبع يحتوي لبن هذا الجاموس على 7.8 من الدهون وأربع فاصل ثماني عشر من البروتين وعشر فاصل ثمانية وثلاثين من المواد الصلبة غير الدهنية أولاً وأخيراً بقر زيبو هو سلالة من البقر المنزلي موطنه الأصلي آسيا في الماضي كان هناك الكثير من الجدل حول هويته حتى أن البعض اعتبره فصيلة مستقلة يعرف بالبقر ذو الحبة وهو مقاوم لشدة الحرارة والأمراض الاستوائية لذا تم نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية من أجل تهجينه مع بقر أصلي والحصول على نسل مماثل له ينتمي إلى البقريات وتم تصنيفه ضمن سلالة بيس انديكوس أما عن إنتاج الألبان فيتراوح بين 4 و 5 لتر شهرياً شكراً لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة